السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير نهاردة في فيديو جديد معنا الموبايل السامسون جلاكسي ا56 5G نهاردة اقول لك ازاي تعمل فورمات للموبايل وانت ناسي كلمة المرور كده بالشكل دوت مع حيث انك مش راح تفتح الموبايل والموبايل المقفول كده على طول فانا اقول لك ازاي انك تفتح الموبايل من جديد وهي كأنك اول مرة تطلعه من العلبة وتابع معا الفيديو الاخر عشان تستفاد من كل حاجة اولا في الفيديو دوت مسلا عجبك الفيديو ما تنساش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدعمني باللايك والكومنت بتاعك الحلو ويلا بينا ندخل في الفيديو على طول واول خطوة معنا واللي هي لازم نوصل كابل شاحن كده بالموبايل ونوصله بجهاز كمبيوتر او بالكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب بعد كده تبدأ تضغط معالة زر الباور وزر خفض الصوت كده ضغطة مطولة لحد ما الموبايل يبدأ انه يفل معايا كده بالشكل دوت زي ما احنا شايفين هلا الموبايل كأنه بيعمل ايقاف تشغيل بعد كده هنشيل سبعنا من على زر الباور وزر خفض الصوت بعد كده تضغط معالة زر الباور وزر رفع الصوت كده بالشكل دوت ضغطة مطولة لحد ما هيبدأ انه يفتح معانا وكأنه بدأ يعمل اعادة تشغيل زي ما احنا شايفين كده بالشاكل دوت هيبدأ الموبايل انه يفتح معانا اول ما نلاقيه زهار كده هنشيل سبعا اعمل على زر البار وزر الرافع الصوت وبدأ كده انه يفتح معانا قائمة الريكوفري اولا يا جماعة عشان اعرفك ازاي تتحكم في قائمة الريكوفري زر خفض الصوت بينزلك خطوة لتحت وكمال خطوة زي ما انت عاوز وتقدر انك تطلع لفوق من زر رفع الصوت كده بالشاكل دوت وتقدر انك تختار الخيار تتأكد عليه من زر البار نبدأ بقى باول خطوة معانا في الفورمات وهي هتنزل خطوة اتنين تلاتة لحد ما تيجي على وايب بزر البار بعد كده هتنزل تحت كده خطوة لحد بعد كده هتأكد الخيار هيبدأ انه يجمع معاك كده بالشكل دوت ويفتح لك قائمة من جديد بعد كده هتأكد الخيار الاولاني اللي هو سيستم ناو بعد كده هتأكد الخيار هيبدأ الموبايل يفتح معاك ويكا انك اول مرة تفتح ويبدأ انه يعمل اعادة تشغيل الموبايل بس هيتول فيها شوية فانت هتنتظره شوية لحد ما يبدأ يعمل عادة تشغيل. بدأ انه يفتح معانا كده بالشكل دوت. بعد كده هتلاقي بدأ يحمل معك كده بالشكل دوت. بعد كده هتبدأ انك تشيل الكابل من الموبايل بالشكل دوت. هتلاقي الموبايل بدأ يفتح معك وكأنك اول مرة هتفتحه من العلبة. اولا هتبدأ معايا تختار اللغة اللي انت عاوزها. ولكن لو كنت عاوز تسيبها انجليش فانت هتفعلها على الانجليش شبكة ما انت شايف كده بالشكل دوت. ولو كنت عاوز تختارها عربي فانت هتختار العربية. بعد كده هتعمل اوكي. بعد كده هتعمل بدء. عشان تبدأ انك تفتح الموبايل كأنك اول مرة هتفتحه و هتعمل موافق على الكل بعد كده موافق. بعد كده الاعداد يدويا. بعد كده موافق. وبعد ما هتدخل الشبكة على الموبايل كده بالشكل دوت زي ما احنا شايفين هتعمل موافق. هيقول لك جر الاعداد الاتصال الهاتف المحمول قد يستارك هذه العملية بضع دقائق. هتلاقيه بضع يتأخر معاك شوية لانه قالك قد يستارك هذه العملية بضع دقائق. هتنتظر معاك شوية لحد ما يبدأ يفتح معاك الموبايل. هتعمل اعداد لاحقا في الضبط. يقول لك جار اعداد الهاتف قد يستارك زالك بضع دقائق برضو. بعد كده يقول لك احصل على التطبيقات الموصة بها. سيتم تنزيل التطبيقات عندما تكون متصلا بشبكة واي فاي. بعد كده هتعمل التالي. بعد كده يقول لك انت جاهز تقدر انك تفتح الموبايل على الشاشة الرئيسية دلوقتي. بعد كده هتعمل تسجيري لحقا. وبعد كده هتعمل لا. بعد كده لو كنت عاوز تنزل اللعب دي هتفنزلها لو مش عاوز هتلغي تحددها كده بالشكل دوت. بعد كده هتعمل انهاء. بعد كده انهاء. بعد كده الموبايل هيفتح معاك ويكا انك اول مرة تفتحه ومبروك عليك الفورمات للموبايل. وبس كده دي اتكنت فكرة الفيديو النهاردة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والكومنت بتاعك الحلو. وما تنساش تعملي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. وسلام.